تتابع الإدارة العامة للمرور حملاتها التوعوية خلال شهر رمضان الكريم سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق في هذا الإطار تأتي الحملات المرورية بالتنسيق مع حملات إفطار صائم كما تمتد في الوقت ذاته للتوعية بشأن حالات الوقوف الخاطئ بالقرب من دور العبادة أقامت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية تزامناً مع شهر رمضان المبارك وذلك قبيل فترة الإفطار وضمن حملات إفطار صائم التي تنفذها عدد من جمعيات المجتمع المدني ويتم خلالها العمل على تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية من خلال توعية القائمين على هذه الحملات من الحوادث المرورية نتيجة تعاملهم مع السواق في الطرق الرئيسية وإعطائهم الإرشادات المرورية اللازمة التي تحافظ على سلامتهم وتحرص على أنسيابية الحركة المرورية خاصة مع قيام بعض السائقين بزيادة سرعتهم في محاولة منهم لبلوق موعد الإفطار في شراكة مع المجتمع المدني الجمعيات الإسلامية يعني لها دور الصناديق الخيرية اللي هو الإفطار على الطريق فتعاوننا معاهم تعاون طيب نطلب منهم ويمكننا أن نجدد الطلب أنه لما يكون فيه إفطار على الطريق يرجى أن يكون تنسيق مع الإدارة العامة المرور أو المنطقة الأمنية شرطة المجتمع نتمنى لهم السلام للعيال المطوعين نتمنى حق كل شعب البحريني ما يمر الشهر إن شاء الله لذنب مغفور والناس سالمة خصوصا من الحوادث المروري ولله الحمد ومع الأرشاد من المرور والمتطوعين الموجودين في الجمعيات والأفرقة التطوعية أرشاد الناس عن السرعة الحد من السرعة الحد عن وصول البيت بأمان بسلام إن شاء الله ودور المرور طبعا إن زهم الله خير ما هم قصرين بعد في إرشاد والتثقيف المروري هذه يأتي كلهم باب الشراكة المجتمعية اللي نعيشها في بلادنا البحرين كما أقامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني حملة توعوية للحد من الوقوف الخاطئ قرب دور العبادة والأحياء السكنية لتلافي تعطل الحركة المرورية وتقديم التوعية الكافية للمخالفين من خلال النصائح والكتيبات التوعوية